اهلا بيكم في حاجتين دلوقتي بقوا عاملين خطورة على سنان البشر من ضمن الكمسومية ألف حاجة يعني مش هما دول بس بس اول حاجة الفيديوهات او السوشيال ميديا والفيديوهات اللي فيها النوع من اللي اقول ايه عدم التركيز لانه ساعة لما يكون الانسان في حالة سعادة في حفلة مع اصحابه في حاجتين في الغرب بقى فيه كمان كارثة اسمها الكحول انه الناس بتشرب ودي نصيبه سودة فبيفقد اتسانه وبعدين بيصور فهو بيصور هو مش مركز هو فين اللي حواليه صاحبه جنبه هو بص للكاميرا مقرب من حد حد مقرب منه فبسهولة شديد هو في حتة خطرة بيتحرك فين بالزبط عينوا عالكاميرا انتم متخيلين المنظر فبيخبط في حاجة تكسر له سنة تكسر له سنتين ثلاثة ده اللي حصل في قصة واحدة بريطانية في حفلة فتاة بريطانية البنت ديت كانت قاعدة في اسمها كاتي اوتامين كاتي كانت في خروجة مع العيلة مع زوجها وصحابه وفرحانين بيئة الخروجة وفرحانين بيئة الصهرة وعملين بقى يصوروا ومش عارف ايه وفجأة فجأة تتعرض كاتي الى خبطة جامدة جدا وتفخد سنانها كلها بشكل دراماتيجي مخيف زي ما شايفين في الصورة اليمين طبعا اللي احنا شايفين وخلي بالك وشوف فرق في السنان يعني لو انتو بصيتوا للصورتين هي ديت مش سنانها وعت سنانها في حدثة في خبطة في لحظة فقط السنان بس مع ذلك تشوف الوش وكأن الوش الوش كبر فجأة كبر فجأة طبعا مع التكنولوجيا المتقدمة في عالم الاسنان قدرنا ان احنا نرجع تاني لكاتي بوشها الطبيعي لكن ارجع اقول لكم تاني انو المخاطرة بالسوشيال ميديا والفرحة طبعا والحركات بقى اللي بتتعمل على التلفزيون اللي هو بقى حركات الخطورة يعني صورني يا باشا وانا مثلا بقى 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 جري جاريا جامدة جدا فوق بتاع كده واتزحلق وطير مش عارف الكور واعمل حركات بقى اتشير بيها اتشوف بقى ريشي ولا مش عارف اسمه ايه دوت كام الف هيتابعوني حسنا ليا فولور والنتيجة بتكون خطيرة جدا بالنسبة للناس دول يا اخي مفيش مشكلة يباليك فولور في اللبس في الشياكة في الفاشن لكن بلاش في انك انت تكون مغامر او بتاع حركات خطرة لانه السنان هي من الحاجات اللي بتدفع التمن من ضمن ممكن التمن ده يكون اخطر كمان يعني ممكن التمن ده يكون ان انت تجيلك اصابة خطيرة في العمودة الفقر لكن السنان ما هي برضو اصابة خطيرة النهاردة حواره ممتع جدا مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان النهاردة الحوار سيكون بالتفصيل ونهاردة فيه نقاط جديدة كعادته في عالم طب الاسنان دايما الحوار بيكون معه واحد من ميجا السرز السنان النهاردة طب السنان الممتع جدا مع ضيف العزيز الاساس الدكتور كريم مكاتي انا لازم اروح الدكتور للاسنان عشان اعرف ايه مشاكل الزراعة الوقت تمت بسلام يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظران المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان فاطر الزرعية لا طب المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العبن دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو يأكل لحد اخر يوم في عمره باسنان والسكتة ويستطعم الاكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عائرة ان المجان ده هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حين الدكتور كاريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الامريكية لأطباء الاسنان ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع واحد من ميجا السرز عالم طب الاسنان بيبتاعنا بحواره الشيخ دايما استشاري زراعة وتجميل الفم والاسنان وزميل الكوليتك الرحين الملكية وعضو الامريكي لزراعة الاسنان اهلا بيك اهلا بيك دكتور ايمان زي حضر الله يخلي قبل ما ادخل في الموضيع النهاردة وانت جابلينا موضيع جديدة كم واحد بيجي لك في الكلينيك من الناس دي من الناس اللي عاملة كالسن لا كتير جدا وخصوصا ان هو يعني شكله كله بيروح بعد ما ينفس قدس اسنان احنا عندنا الدحكة هي اول حاجة بيقع عليها عين البني ادم واحنا بنتكلم مع بعض فاول ما لاقي ان مفيش اسنان ده بيعمل لي اتراكشن ان في عندي مشكلة وده بيخليه هز سقطه بنفسه يعني دايما هتلاقي اللي عنده مشكلة في السنان القوامية عاد بيتحكي دهو ما بياخدش راحته في الداحك دايما هتلاقي قافل بقه هتلاقي دايما عنده مشكلة في الكميونيكيشن بتاعته بس في نقطة مهمة جدا كل حد بيتخبط مش لازم السنة تكسر عشان يبقى فيه مشكلة يعني انا مجرد ما اتخبط خبطة جامدة في سناني لازم اروح الدكتور الأسنان لنساعتها عصب بالأسنة نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده ويبدأ يعمل لي خراج في كيس دهني بيعمل لي مشاكل تانية كتير قوي فدايما انا بنصح اي حد اتخبط خبطة جامدة في أسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الأسنان بتاعه طبعا السوشال ميديا خلت فيه يعني هرجلة وجنون مش طبيعي ما انت بتلاقي مثلا واحد يعني سيق متسك وماسك الموبايل بيصور بالزبط وفي اللي بيقعد فوق العربية وهي ماشية وينطب من فوقها مش حالك ازاي لا لدول مجانين لكن انت بسا انا بكلمك على أبسط الجنان هو سيق المتسك المفروض مركز وماسكه بقديل اتنين وقع العجلتين اه اه لا المفروض ماسكه بقديل اتنين ساب ايد وماسك الموبايل وبيكلم الحد في الموبايل بيقاو بيعمل بقى الفيديو بتاعه اه بيقاو الفيديو الفيديو بتاعه يعني بزبط فين شقلب مشكلة بقى السنين دي أبسط حاجة في القصة الحادثة ده في عمود فقري وفي ناس بتروح نهارا تجلينا بموضوع مهم جدا اسمه العضة العضة ايو طايت ايه كانت العضة دي الناس تفهمها الأول وبعدين تكلمني عن رفع بقى العضة العضة دي هي تطابق الأسنان مع بعضينا وده اللي بيخليها تمضخ يعني طول ما هي مصبوطة احنا بنمضخ كويس لازم تتضبط ازاي لو احنا اسناننا مع وجهة ومش قفلة قفلة مصبوطة لازم نبدأ نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفلة مصبوطة لو انا عندي درس او سن نقصين انا كده بدأت تحمل غلط على الأسنان بتاعتي اللي هي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي تعالوا نفترض هنتكلم بطريقة مبسطة عشان نستفهمنا لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او تلاتة بدأنا نعمل عليه حمل بشكل مش مصبوط ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يحصل حمل زيادة في حتة من المفصلات عن الحتات التانية نفس القصة بالنسبة لمفصل الفاك طب ده بيترجم بايه ايه المشاكل بتاعته بيبدأ يحصل التهابات في الأربطة اللي مسك الغضروف في مكانه طب الغضروف ممسوك بأربطة جامد قوي من كل الناحية هل هنعرف بحركه؟ لأ لو حصل له التهابات بتبدأ الأربطة دي ترتخي اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقة طقطقة ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل فبيترجم بالنسبة لي ان انا وانا باكل بسمع صوت طقطقة طب ايه المشكلة بتاعت ده؟ مشكلة ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي فبيبدأ يحصل تآكل في الغضروف في حتة اكتر من حتة اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عملية وقصة ان احنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا طب التفادي ده ازاي؟ وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاداء ان احنا لازم يكون عبدتنا سليمة نمضغب بطريقة مصبوطة عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل يعني ناكل يمين زي الشمال يعني ما عنديش سنان نقصة يعني ما عنديش سنان معوجة فان لو عندي حاجة من الحاجتين دول لازم ازور الدكتور لو عندي صوت الطقطقة لازم اجري عالدكتور عشان يحل هالي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا طيب لو انا لحقت سمعت صوت الطقطقة فاجريت عالدكتور في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات صوفت فترة ونبدأ نشوف ليه الطقطقة دي حصلت هل انا باكل على جنب اكتر من جنب بسبب نقصة اسنان او حاجة زي كده هل سناني معوجة هل بجز على اسناني ونبدأ نشيل السببب بتاع المشكلة دي لو الموضوع تطور شوية بنبدأ نعمله حاجة اسمها رافع عضة رافع عضة ده بيعمل ايه لو احنا افترضنا ان ده راس المفصل راس المفصل وده التكويف اللي في الجنجمة اللي بايت فيه راس المفصل فهو بينهم في الغضروف بنبدأ نرفع العضة عشان نعمل يرجع فيها الغضروف لمكانه مرة تانية ويحصل له عملية الالتعام الطبيعي لو احنا سبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنبتقدر بقى نخش في عملية ترقيعة في المفصل الفك وقصة احنا يعني عمر ما المفصل عمر الحاجة بتاعت ربنا بترجع زي الأول طبعا فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الأول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التعبات في الاربطر اللي ماسكة الغضروف في مكانها ولو حصلت لقدر الله وبدأت بتاعتها ببين زي التقطاء او زي وانا بقى بتاع بوقي ما عرفش افتع فتحة كاملة او زي ان الفك بتاع بياخد زي اس شيب ديفيشن يعني بياخد زاوية عشان اعرف اكمل الفتحة لازم اجري عالدكتور عشان يلحق عايزو روح لمرضو حاجة استهتار الناس بكلمة خراج او بكلمة كيس دهني اقول لحضرك على حاجة الموضوع ده الموضوع كبير جدا الموضوع ده بدأ الاول كان تسوص صغير او خطة زي اللي احنا اتكلمنا بعليه في اول الحلقة بيبدأ التسوص ده احنا سبناه يبدأ يأكل ده عشان خاطر مفيش فلو قاب عند الدكتور بصورة منتظمة يبدأ يتطور يجيب العصب بعد كده يعمل خراج حاجة بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى يأكل في العظم ويتطور لحد الكيس الدهني الكيس الدهني ده بتطور لامراض مش كويسة يعني في انواع من انواع الاكاس الدهنية التي تعامل معاملة الاورام يعني بالاستقصال فاحنا لازم دايما اي مشكلة صغيرة نبدأ نلحق فيها اسنان ما زي ما احنا شايفين اللي فوق ده ده كيس دهني كيس دهني ده اتقلب بحاجة اسمها أوكي سي اضطرينا ان احنا نعمل علاج للأسنان ونشيد الكيس الدهني في عملية جراحية ونزرع عب عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدأ يصيب الأسنان اللي حوالينا احنا ممكن نخسر الأسنان ممكن يقلب معانا بأمراض مش كويسة ممكن يبهدلنا الدنيا ده صورة كيس دهني فوق خسرنا الدرس كله اللي هو ده بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مزبوط فبدأ يجمع بكتيريا اللي بدأت تضغط على خلايا العب اللي هي اشتغلت بنظام الاستيوكلاستيك اكتيفتي ان العب بياكل نفسه احنا عندنا العب بيشتغل بنظامينا عكس بعد سبحان الله يعني احنا وشانا وإحنا بيكبر بيبدأ العب يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه فسمك العب ما بيكبرر بالزبط نفس الكلام ده لما بيحصل على خلايا العب بتبدأ تاكل نفسها احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم نعمل ضغط بمجدار معين على السنة اللي هي بتضغط على خلايا العب فتبدأ تاكل نفسها من ناحية الضغط وتبدأ تزود العب من ناحية تانية فالسنة تتحرك ممكنها فحالة البكتيريا والخراج والكلام ده كله الصديد هو اللي بيعمل الأكشن ده بيبدأ يضغط على خلايا العب اللي بياكل نفسه جسمي سبحان الله كدفانس ميكانيزم او نظام دفاعي بيبدأ يبعد نوع من انوال خلايا اسمها إبيسيليل سالز عشان تبطن الأوضة اللي معمولة اللي فيها الصديد عشان تقلل البراشر أو الضغط على خلايا العب بس المشكلة إنه هو لما بيكتمل الإبيسيليل سالز دي في الأوضة كلها ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسة احنا عندنا ده حضر لكم شايف تحت احنا ده كل اللابيض ده ده كان كيس دهني وإحنا شلناه وزرعنا فيه عبن زي ما احنا شايفين حضر لك كان متبقي بعد الكيس الدهني يقدي إن الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجة إنه خطة تكسر يعني كل ده كان عبن متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبله احنا شلنا الكيس الدهني حطينا زرعنا العبن ده بكميات كبيرة بعد كده عملنا فيه أيوة هنا هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه كيس الدهني يعني احنا زرعنا العب شلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراخ حطينا العب مستنين عليه ستشهور وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله إذا نستهتار بالتعامل مع الأكياس الدهنية قد يكون ثمان وغالق المسكن مش هو الحل انت شلت العرض احنا عندنا الطب بيقولك وي هاف ترموف دا كوز احنا لازم نشيل السبب اللي أدى إلى العرض لكن طول ما أنا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا أكتر أنتم متهمون على فكرة دي جاية لطيفة جاية قادمة قريب تحوارنا كده بس أنتم متهمون أنتم مين؟ أنتم معشر أطباء لأسنان يعني هنحاول أن يبقى كويسين لأن المعمل هو اللي بيعمل الأطم المتحرك أنتم مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القدر أنا بكلمك بقى على فكرة أنا فخور أن أنا متهم بدا مش أنت بس كل الأطم المتحركة أنا ضد الأطم المتحركة لأقصى درجة إحنا بنستخدمها أنا بعملها مؤقت للمريض يمشي به لحد ما زر عاده تمسك مشكلة الأطم المتحركة إيه؟ أول حاجة إحنا طول ما إحنا بنستخدم الأطم المتحركة وبنمضغ عليها بتبدأ تتحرك بحركة تلخلخ الأسنان اللي هي مسكة بمشابك فيها وتبدأ تعمل تآكل في السنة نفسها اللي بيخليها تكسر بعد كده يعني أنا خسرت بقية الأسنان الموجودة بسبب طقم المتحرك مشكلة التانية أن ده بيخليني معوطش الأسنان المفقودة بزراعة أنا خلاص معتمد أن فيه طقم متحرك وده اللي بيخلي العب ميتآكل خلي بالك يا دكتور أيمان اللي بيحافظ على حجم العب هي الأسنان اللي جوهة أو البديل بتاعها البديل بتاع ده اللي هو إيه؟ الزراعة وعشان كده دايما بننصح أن أي حد بيخلع درس لازم يزرع مكانه عشان ما يبدأش العب ميتآكل فيبوز الدرس اللي بعدين وتبدأ تكر تسحب سنة في التانية لحد ما نخسر أسناننا كلها فهنا ضد القطم المتحركة لأن أنا بعد كده العب ميتآكل بوصل أسنان بتاعتي نبدأ نخش لو في الفك الألوي العب ميتآكل تحت الجيوب الأنفية بيقل جدا فبنضطر نخش في رفع الجيوب الأنفية عشان نرجعه مرة تانية فهي القصة كلها إن إحنا عندنا القدرة دلوقتي في 2022 إحنا نعيش بأسناننا بقيت حياتنا سابتة ليه نخش في الهاصل أو القصة دي كلها فإحنا محتاجين إن إحنا نفكر سمارتر أو بطريقة أحسن إن أنا عشان أحافظ على بقية سناني لازم أعوض بالزراعة عشان خاطر أستطعم الأكل الحساسات بتاعت الاستطعام مش موجودة في اللسان بس هي موجودة في سقف الحلق بالجناب بتاستطعم الحاجات الملحة مثلا فأنا طول ما أنا مغطيها مثلا بتركيبة متحركة أنا ما بدقش الأكل فهلا أنا منطقي إن أنا عب بقية حياتي مش بستطعم اللي أنا بأكل أعمل ناكهة فالأكل مشكلة فأنا خسران ناكهة أكل خسران سنان خسران عضم والعضم ده أصلا الشاسي اللي مجدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده فلما العضم بيكش عشان ما فيهوش أسنان هيبدأ الشاسي ده الحاجات اللي عليه تبدأ تكرمش فيبين سن المريض أكبر من سن الطبيعة إحنا شفنا كاتي شوية اللي هي بتخبطت بس كاتي تحولت وكبرت عشر سنين مثلا كبرت في ثانية بالزبط بعد الحاجة فجأة وشها مش قابل ده مش قابله وبعد في خلال شهور ده قابله وبعد في يوم في ليلة طبعا مش هنتكلم بقى إن الطقم ده كل شوية حيوسع مننا عشان العضم كاش فهبدأ ماشي ملازم دكتور السنان على طول يقع مني عشان خاطر أنا عضمي كاش وقدام الناس وإحراجه وكلام ده كله زي ما احنا شايفين الوشي بتغير الوشي نفسه تغير يعني بص حضرتك على الحركة المشهور كان الوضع عامل إزاي ناحية اليمين الستة كبرت قد إيه عشان خاطر خسرت أسنانها ومع واضطهاش نفس الكلام هنا هو الحركة اللي هي فيها فيها دي فقد الأسنان بالزبط روبين ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكلة فقد الأسنان وكان وشه بدأ يتبا فيه التغير صح أعتقد أنه برضه إهماله في التعامل مع الأسنان روبين ويليامز هو اللي خلاي ينتحق في الآخر يعني من ضمن الأسباب أو من ضمن أشكال الإهمال في النفس أو أشكال الاكتئاب الاكتئاب بزبط اكتئاب مش ظاهر لأنه المكتئاب أنا ما أبدأ أسيب نفسي خلاص أنا نروح المكتئاب على فترة ممكن تلاقيه وقعت معك وبيتكلم وبتاعه وهو بيفكر في الانتحار صح نظبوط جدا يعني دي خلي بالكم الحكاية دي نظبوط جدا هروح بقى لاتهام آخر أنتم واتهاموا بأنه عمليات رفع الجيب الأنفي عمليات بالنسبة لكم يعني إلى حد ما صعبة ومكلفة ماليا عمليات الجيب الأنفي رفع الجيب الأنفي بقى دلوقتي أسهل مسهولة بقى في حاجة تكنيك اسمه كلوس ساينوس ليفتينج إن إحنا بنرفع الجيب الأنفي من نفس الفتحة اللي بنحط فيها الزرعية زي ما إحنا شايفين الفتحة اللي موجودة الرفيعة دي ده الدرس لما تخلع بدأ العبم عشان ما أتعوضش على طول العظم يكش فالجيب الأنفي كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعية فبدأ نفتح فتحة صغيرة خالص من تحت زي ما إحنا شايفين كده أيوة ونبدأ نزق منها أدوات بتاعتنا ونبدأ نزق بعد كده سلاين مكانها هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني ونبدأ نزق واحدة واحدة هايزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الأنفي بعد ما هيرفع الجيب الأنفي يبدأ يحط أيوة كده رفع الجيب الأنفي يبدأ يحط العظم بقى مكانها أوكي ويبدأ يدي فرصة للزرعة ناتذولي في الحديد الزرط هذا العظم بدأ يتحط مالة لسبيس كلها بالعظم بعد كده حط الزرعة في عظم فإحنا تفدينا ده هنا زي ما إحنا شاكين الحاجات البيضة الواضحة قوي دي اللي عاملة زي السحاب دي ده رفع جيب الأنفي دي العظم اللي إحنا حطناه ده العظم بتاعه اللي هو اللي هو اللي بيض بس درجة البيض بتاعه أقل شوية من الزرعة بالزبط كده حتلا يعمل زي السحاب يمين وشمال يمين وشمال بالزبط ده إحنا رفعنا الجيب الأنفي دي كميات عظم كبيرة وأنا عايز أقول إن إحنا العظم اللي إحنا بنحطه اللي إحنا بنحطه ده بيلتأم مع العظم بتاع جسم البني آدم بيبقى حتة واحدة لدرجة إن إحنا هنا حطينا فيه زرعات وركبناها المريض بقى أسنانه كاملة خلينا ما نقولش المريض خلينا نقول الكلينت اللي هو فقط أسنانه رجع له أسنانه مرة تانا هروح للتهم آخر النهاردة كل القعدة التهمات أنا جاي هنا بس ده مش التهم دقى هو ده يعني هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده أنتم متهمهم مش أنتم أنت لكن الفل للأسنان متهم متهم بحاجة مش أنتم برضه مش ده كترة أو ربما ده كترة ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديقة بحيث أن يكون الموضوع فيه تجريم واضح لهذه الزرعات الرديقة بحيث أن الظاهرة دي تختفي مين قال كده دكتور احنا بنتصدى لها مش بكلم عن ده كترة هو مش دي مش ده كترة ده هنا الكلينت نفسه هو عنده مشكلة أنا طول ما أنا بسترخص وبدور على حاجة تحت السلم عشان خاطر أزرع أسناني طب ما أنا كده موافق أن أنا أتحطي لي حاجة ليست ذاتة كفاءة المناسبة هنا ده الفتحة دي زرعية مش مظبوطة أنا مريض جالنا قال أنا زرعت من شهرين وعندي ألم شديد على طول فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شوفنا في الأكس راي أن فيه كمية ريديولوسينسي أو تآكل في العظم شديد جدا موجودة في الأشعة بتاعتنا هي اللي قدت بسبب الزرعية اللي هي مش مظبوطة بقى فيه يعني مشكلة أنه بقى فيه يعني التراست دي حاجة مهمة جدا لازم تروح الدكتور تراست بالنسبة لك لازم تتراست الماتيريا اللي بتاعته الدكتور حرفة وتكنولوجي وخامات تلت حاجات دول ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئة ممكن الانفاكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس ممكن يكون بالسترخص طول ما احنا بندور على السعر وصد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي الكواليتي أهم حاجة في الدنيا عندي صحيتي في الآخر انا مش هينفع أحط حاجة في جسمي مجهولة المصدر ليه مهم قوي بقى ولا هينفع حطها مع حد مجهول فانا لازم حد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جايه من ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي لان طول ما هو بيخاف على اسمه بيرعي ربنا فانا هبقى ضامن انا في حتة كويس زي ما احنا شايفين هنا دي اكس راي بين ان الزراعية محطوطة والعب من اللي حواليها جري منها مفروض اصلا الزراعية دي عاملة زي المغناطيس تايتنيوم عمتا بيكذب العب انه هو يتكون حواليه زراعية تايتنيوم اللي احنا شوفناه دلوقتي العب نجري من الزراعية ده بسبب ردائة الزراعية اذا هي نوع من مش هقول ده تجاوز يعني تعبير اعلامي اقول اتهام لانه مش متهم الفلد الطبي مش متهم في الثلاث اتهامات اللي انا قلتو لالطب الاسنان متهم بانه ما تصداش لانه دي مش قضية ده كانت الطب الاسنان انه هما يتصدوا ليه بس بس هو بينه وبينكو لازم كل دكتور يبين لمرضاه خطورة الزراعات الرديئة بالزبط كده هي اعلام اكتر منه دوق طب باسنان بس مسئولية الطباء الاسنان يبينوا الحكاية دي مسئولية الطباء الاسنان انه هما لازم يبينوا للمرضى بتوحهم ان استرخاص في طب الاسنان نهايته سيئة نهايته سيئة انت تخسر عبمك وتخسر اسنانك خلي بالك يا دكتور ايمان هي بتبوز العظم اللي حواليها اللي بعد كده بتسحب المشاكل العظم دي بتسحب للسنان اللي حواليها فانت هتبدأ تكرر السنان وانهم بيبينوا لالكلاينز بتوحهم لماذا نكره الاطقم المتحرك هما هدي بقى مشكلة من مشاكل ان انا قاعد بفتح وسائل التواصل الاجتماعي بدور على الارخص مش بدور على الكواليتي مش بدور على التراستد اكتر دي مشكلة كبيرة انت نورت وكالعادة ابدعت وخدتنا في نوزها جميلة متنوعة النهاردة جاوبت اسئلة صعبة جدا وفي مناطق صعبة جدا مثل العضة والتقويمات او تعامل مع العضة مثل رفع الجيب الانفي مثل نقل العصب ايضا ذكرت قضايا مهمة جدا كنت انا فيها الخصم او بمعنى صح يعني كنت انا المتهم اه مش انت طب الاسنان صح في التعامل معه مش متهمه لكن توضيح صح يعني هل طب الاسنان يكره تماما العطوم نعم اه انه هو بيفهم الناس انت بتاخدش المعلومة وخلاص انت بتفهمها بطريقة علمية مبسطة وزراعة دلوقتي بقت سهلة احنا نحط الزراعية في ديتين تلاتة فانت يعني الفك الكامل اضرب ديتين تلاتة في ست زراعات فالدنيا بقت اسهل مفيش يا اخي انت بتعمل سيانة لعربيتك اعمل سيانة لسنامك يا اخي ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل سيانات للياخت بتاعها يعني بتكلم على الناس تانية بقى مش بتكلم على الناس ما فيه الناس ما عندهاش العربية لكن ماشي لكن تبص اللي يزعلك ان الناس اللي بتعمل سيانة للياخت ده وعندهم يخوت وعندهم عربيات تبص الاسنانهم تلاقيها بايزة ده حي يبقى انت بقى بساعتها بتضرب كاف بكاف اه بتضرب كاف بكاف الراجل اللي يعني عنده يخوت عنده ياخته عنده عربية بتاعه وقاعد كل يوم في الحتة الفلانية حتة الاعلانية سنانه كده لا دي تسعى لبقى يعني حتى الناس البسطاء برضو لازم ياخدوا بالهم من سنانهم ومفيش حتة في نصف دلوقتي اللي مقدرش كل الاسعار متوفرة وقلب الدكاتنا حنين برضو على المرض نورتنا وشرفتنا ضيف العزيز ميجا ستارج عالم طب الاسنان أستاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعته التجميل للفم والاسنان زميل كلية الجراحين الملكية عضو الكونجرس الامريكي لزراعة الاسنان والمؤسسة لمركز مكادي نورت وشرفت الدكتور كالعادة شكرا دكتور خليكم دايما مع الدكتور